اشتركوا في القناة تركزوا معايا جدا جدا في الحلقة دي لان بجد انتوا ممكن ما تكونوش متخيلين مدى الوجع ومدى الجرح اللي ممكن يحسوا بيه ولادكو لما بتعملوا كده بيعملوا اي ايمان بيفرقوا بين ولادهم ايوة فيه امهات كتير قوي وفيه ابهات كتير قوي بيفرقوا بين ولادهم ممكن ما يكونوش حسين وممكن يكونوا حسين ومش عارفين يتعاملوا يعني مثلا اقولكو على حاجة دايما الديارج يعني في مصر هنا البكري ليه معاملة خاصة جدا ده ده البكري وتيجي الام في اي قاعدة تقولك ده اول فرحتي ده 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 اول مجل الرزق كله ده اول مجلس سعادة كلها ودايما البكري ده يبقى مميز جدا في البيت كأنه اديك البرابر اللي هو امي يعملي الافطار لاخوكي امي يحضري له معرفش ايه امي اخوكي يجي قاعد مع صحابه يالا دخلي جوا اخوكي 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 الكبير اه طبعا الاخ الكبير اللي احترامه بس مش للدرجات دي ما يبقاش مميز طول الوقت عن اخواته نسيب بقى الكبير نروح للعكس خالص اخر العنقود اخر العنقود ما عافش بيقوله دلع معقود حاجة كده يعني او سكر معقود اخر العنقود ده بقى يقولك ده اخر العنقود عندي دلع بالزيادة بالزيادة يعني ممكن يكون في الكبير ربينا قوي ودسنا قوي في الابن الكبير نيجي بقى في اخر العنقود بنسيب الحبل خالص يقولك اصل الصغير اصل اخر العنقود اصل ما عرفش ايه طيب والبنات نفس الحكاية يعني البنت برضو لو هي مثلا مزنوقة ما بين ولد وولد فبتلاقي دايما المعاملة هي مفرومة في النص ولو في بنت كبيرة وبنت صغيرة فلاق البنت الكبيرة ليها برضو معاملة خاصة غير بنت الصغيرة عايز اقولكو ان القصة بقى ايه ساعات بيبقى الحنين بالزيادة دي حقيقة ساعات بيبقى الابن الحنين بالزيادة اللي بيقول حاضر طول الوقت احنا بندوس عليه طول الوقت تلاقي الامة او الاب بيدوسوا عليه طول الوقت عشان هو محترم عشان هو بيسمع الكلام وعشان هو حنين لكن ييجي بقى ممكن يبقى فيه ولد تاني اخوه جاحد بيزعق وبيقول لأدبه وبيتكلم بطرية مش كويسة تلاقيه دايما بيقى بيلابولوا رغباته طب ليه ليه دايما المحترم يحس ان هو بيتعاقب عشان هو محترم انتو عارفين التفرقة ما بين ولادكو بتعمل ايه في نفسية ولادكو انتو عارفين كام حالة اكتئاب بيتعالجوا بيها وبيفضلوا بعد الجواز حتى وعندهم مشاكل في حياتهم بسبب نرجع للبيت للقصد بسبب التفرقة ما بين الولاد انتو عارفين بقى ان بيفضلوا مستحملين مستحملين وبعد بقى الوفاة تلاقي بقى بنلاقي جرايم قتل بقى ونلاقي مشاكل على الورث لان هو كابت جواه طول الوقت ده عشان اخوه بيتدلع زيادة واخوه واخد اكتر من حقه ونفس الحكاية البنات فيه بنت ممكن في البيت شايلة الهم كله ام ينظافي ام يحطي ام يشيلي ام يعملي وفيه بنت تانية لا لا اصل دي شائية اصل دي ملهاش في شغل البيت اصل دي ما عرفش ايه فتيجي البنت الكبيرة تلاقي اختها متدلعة جدا وهي اللي شال المسئولية كلها هل التفرقة ما بين ولادنا بتعمل ايه في نفسية ولادنا وبتعمل ايه في قلوبهم يا ما يا مبنات نفسيتها متدمرة بسبب ان الام بتفرق ما بينها وما بين اختها وتلاقيها بقى بتحكد على اختها ولو اتجوزت تبقى هي مش مبسوطة لها وطول الوقت بتعملها مشاكل في حياتها ليه هي في الاخر بتحب اختها بس بتنتقم من الام او الاب اللي فرقوا ما بين المعاملة ما بينها وما بين اختها يعني في انتقام داخلي بيحصل بسببك وانتو الانتقام والكره بنلاقي اخوات بيأكلوا في بعض بنلاقي اخوات بيأتلوا بعض وفي الاخر بنلاقيه السبب الاب او الام انه بيفرق المعاملة ما بين الولاد وبعضيهم. النهاردة هيكون معنا الدكتور محمد فؤاد استشار السحة النفسية عشان تسمعوا بودنكو وتركزوا معايا كويس جدا انتو بتعملوا ايه في ولادكو بسبب التفرقة ما بينهم بتدمروا جيل كامل. بتدمر ابنك او بتدمر بنتك بتخليها تكرهك. انت امها بس في الاخر بتطلع كرهاكي بسبب التفرقة ما بين بنتك وما بين اخوها مثلا فالموضوع ده مستهل خالص مستهل ان بني ادم يحس بالقلة. مستهل ان بني ادم يحس ان هو مش متشاف في البيت خالص فيه بنات كتير جدا بتشتكي تقولك انا امي مش شايفاني خالص مهما عملته معيني انا الطيبة وانا الحنينة. بس بتعامل اختي احسن مني. بتعامل اخويا كأنه هو ده بس اللي هي جابته او خلفته. بس قبل ما استقبل ضيفي اللي هينورني في الاستوديو هينضملنا من خلال زوم المتحدث التحفيزي احمد صلاح اللي هنعرف منه رأيه في موضوع حلقتنا النهاردة والتفرقة ما بين الولاد اهلا بيك يا استاذ احمد اهلا نفسها انا زيك يا استاذ ايماني طبعا هي مشكلة بان عادية بس حقيقي بتعمل انفجارات جوه البيت. يعني بتلاقي فيه اخوات بيأكلوا في بعض. بيقطع بعض بسبب الام او الام انا عايز اعرف بس منك الاول انت بتشوف التفرقة دي ايه يعني الشكل العام كده لما ام تفرق ما بين الولد ده والولد ده او البنت دي والبنت دي انا بشوف ان المشكلة دي مش مجرد في نطاق مثلا انه بيعمل خلاف ما بين اخت واختها او اخو اخته دي مشكلة بتأثر على المجتمع كله بشكل كبير زي ما هنبدأ نشوف ايه اثار الموضوع ده ومش اثار على فرض لا او الطفل الصغير ده هينشأ بعقد نفسية عقد النفسية دي هتكبر معاه هيصبح اب غير سوي او ام غير سوية فدي هتلاقيها مشكلة دخلة او دايرة لازم تتحل عشان كنا انا بحييكي على الموضوع ده لانه خطير جدا طيب دلوقتي ليه دايما ليه دايما المحترم اللي بيقول حاضر ونعم تلاقيه دايما هو اللي بتدسعليه في البيت افضلتي قلتي في المقدمة لما بيبدأ الولد يزعى او يبدأ يتكلم الولد التاني فالأب والأم يستسهله ويطلبه من المحترم من اللي بيبدأ يتعامل معهم على طول من اللي بيقول حضره طيب فبيبدأ الأدوار تتقلب يبدأ هو يشيل الضغط كله هيتحمل شوية 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 لكن مع الوقت خلاص بيبدأ يفيد به خاصة انه بيبدأ يلاقي في حقوق بتروح للإخوات التانيين وهو حقوقه ممكن تتأجل او ممكن ما ادهالوش وده بيبقى خطأ وفخ بيقع فيه الأب والأم ان انا خلاص هتقي بقى لسان الفلاني البنت دي بتقعد تكلم فدي دي مشكلة كبيرة جدا فبيبدأ الولد ده يحس بالظلم مع الوقت وده بيخلي الموضوع يتفقن بشكل كبير أولي مهما ده عرف نفسه نفسيا هو بيتمثل أبو طيب ايه الأعراض اللي بنلاقيها على وشوش البنات او الولاد اللي تحس ان هم عندهم اضطهاد جوه البيت يعني بتحسهم ازاي دي هي بص نظر نقول ان هي بتوصل لست حاجات الست النقاط اللي هنتكلم فيها دلوقتي فيه منها هيكون باين وفيه منهم مش هيباني يعني لو هنتكلم على هايباني على وشوهم بيباني ان فيه كسرة بيباني ان في اي تجمع ان دايما بيتم الطلب منه الاخوات الباقيين مش موجودين حتى لو كان هو الأصغر مش لازم يكونه الأكبر او حتى لو كان الأكبر طوله ان هو متعاطف ده بيجو عليه بشكل كبير ده بيخلق عنده ان هو بيبدأ يحقد ويغير من اخواته التانيين اللي مستمتعين بوقتهم اللي وغدين حقوقهم وهو لا بيبدأ يحس بعدم ثقة في أسرته وبالتالي في المجتمع انا مش حزز بثقة ما هو الميزان مختل تخالي بقى واحد كبر وشخصيته تكونت والميزان قدامه مختل شايف ان ابوه امه اكتر تنبي يحبوه هم اكتر تنبي يجعوا عليه سواء كان الاب والام بقصد او بدون قصد الحاجة اللي بعد كده ان الشخص ده لما هيكبر هيطلع اب غير سوي او ام غير سوية فده هيخلي المشاكل تتفاقم الاهم بقى من ده انه بيبقى عرضة لأي اعراض نفسية او مزمنة او اكتئاب من صغره فبيكبر بيها فالشخصية تكونت مشوهة فمهما جينا اكتشفنا الموضوع بعد سنين بعد ما كبره بقى شابه في منهم لحد ما اتجاوز بيبقى صعب تعديله مش هقدر ان انا اعالج ده بشكل كبير او هيبقى بشكل طفيف كده كده الموضوع بقى مشوه في بقى حاجة اختر ان الولد ده يبدأ يرد على ابوه وامه بعقوق بدل ما كان كان كويس معاهم يتحول ويبدأ يبقى جاهد يفتكر ان هي ده الطريقة اللي يقدر يجيب بيها حقه او انا هنتصر للضغط اللي انا كنت فيه بان انا مش هسمع الكلام او انا مش هيبقى عاق بشكل كبير لكن هيبدأ ما يستجبش ديها وبنشوف مشاكل كتير اتفدل اتفدل قول النقطة الاخيرة ان هو بيبقى فاقد الحب والحنان والاحتوال فيروح بقى الاصدقاء السوق يتجوز واحدة مش مناسبة ليه عشان يخرج من الموضوع ده ويبقى مسؤول من حد تاني بيلاي تبطبا بيدور عليها في اي حد تاني هيبقى عرضة للاستغلال بقى عرضة للاستغلال من الناس المؤذية والشخصيات السامة وده اللي بنشوف العلاقات التاكسيك اللي بنسمع عنها واللي بنشوفها اليومين دول تلاقي البنت من علاقة لعلاقة لعلاقة كلها تاكسيك بسبب ان هي مش لقي الطبطبة والحنان جوا بيتها عند ابوها وعند امها يعني بنشوف مشاكل بنات.. وفي الآخر بتلاقيها منهارة نفسيا ولو دوارنا دوارنا هلاقي المشكلة عند الام المشكلة عند الأب هي مش لقي الحنان في البيت المشكلة أنه هيبقى النتيجة هتطلع من الاتنين بمعنى لو فيه واحد متعاطف وكويس في أسرة واحدة وأخته الثانية مستقوية أخته الثانية المستقوية ممكن تطلع من الموضوع ده شخصية توكسي وهو هيطلع ضعيف الشخصية يعني بنشوف الحاجات دي كتير قوي يعني تلاقي شكرا لك يا أستاذ أحمد نورتنا أستاذ أحمد صلاح المتحدث التحفيزي أنا عايز أقول بقى قبل ما استقبل ضيفي ليه بنستغرب لما بنلاقي أم مرمية في دار المسنين وولدها عايشين ليه بنستغرب أن فيه أب مرمي في دار مسنين وولدهم عايشين في خيرهم وبفلوسهم لكن ما فيش واحد فيهم قالك يقعد معايا في البيت أو تلاقي البنت بترفض أن أمها تعيش معاها في البيت عارفة ليه؟ عشان المعاملة الأسية اللي أنت عملتها لها عشان ما لقيتش الحنية في حضنك أنت كأمها طول فترة شبابها فلما بتتجاوز وتخلف بيبقى عندها جرح وعلى فكرة على فكرة حتة مهمة قوي البنت دي لما بتتجاوز وانت بتفرق المعاملة جزها بيلاحظ ده بعد الجواز فبيدوس عليها بيجي لها على الحتة اللي بتوجعها ونفس الحكاية الراجل أنا بشوف بيوت فيها أخين ولدين بتلاقي لما يتجاوز مراته بتلاحظ أن مامته بتميز أخوه عنه ففي أي مشكلة تقوله هو أنت مامتك بتعمل كده ليه؟ هو أنت إي مامتك ما بتحبكش خالص؟ ده حتى أولادك أولاد أخوك بتدلحهم أكتر من أولادك فبتدوس على الحتة اللي وجعاه فبينفجر وبيعمل تصرفات مش طبعية بره يعني بتبقى غير متزنة فأنا لما روحت قبل كده في عيد الأم دار المسنين أنا كنت بعاية وعدت أسأل يعني الناس دي أولادها موجودين؟ آه موجودين طب الست دي بنتها موجودة قالوا لي آه بتيجي تزورها كده إيه؟ كل شهر شهرين خمس دقائق أنتو بتتكلموا بجد يعني هي موجودة وبنتها اللي ربتها وثابت أمها ورميها كده في دار مسنين؟ آه لما تنروحوا للقصة الحقيقية بقى وتسألوا البنت بتقولك أنا عمري ما شفت حنية طول الوقت بتفرق ما بيني وما بين أختي طول الوقت بتعامل أخويا كويس وبتعاملني أنا كني مش موجودة في البيت فأنتو الأم أو الأب بتولدوا غلة عند الولاد بيطفح فيه كنتو في الآخر صدقوني التفريف المعاملة ده مش حاجة لطيفة وبتلاقي أم كده قاعدة في وسط في العيد مثلا في التجمعات تلاقيها عمالة تتباهة وعمالة يعني قال يعني الأم اللي بتدلع ده إلا ده إلا ده ده حتة من قلبي لا أنا مقدرش أزعله خالص وأخوه أعج جنبه أخوه أعج جنبه فطبعا التاني ده ده بيتدمر نفسيا أوتوماتيك على طول طب أنت كأم أنت إزاي بيجيلك قلب تفرق ما بين ولادك وبين بعضهم إزاي بيجيلك قلب تنيمي ابنك أو بنتك معيطة على المخدة وتحس إن هي ملهاش كيان في زكاة ملهاش كيان في بيتها تخيالي بقى دي هتتجوز إزاي وجوزها هيعمل فيها إيه وهتبقى مكسورة إزاي ولو في أي مشكلة بتلاقي فيه بيوت والله أنا شفت بيوت بيبقى مثلا تلتة أربع إخوات لو واحد عنده مشكلة تلاقي الأم انتفضت وتقف جنبه وتقلع سيغتها وتروح تبعها عشان تساعد الولد ده والولد التاني ده بقى نفسه يتجوز وعايز يجيب شابكة ولا يعمل أي حاجة تلاقي أعمل لك إيه يا ابني أجيب لك منين اتصرف إنت يا سلام اشمعنا يعني مش ده ابنك وده ابنك ودي بنتك ودي بنتك انتوا ليه بتعملوا كده أنا هقول لكم ده بيعمل إيه في ولادك ده بيعمل إيه التفرقة في المعاملة دي هيعمل إيه في بنتك وهتعملك إزاي لما تكبري وتبقي محتاجة لها وتبقي عيانة وتبقي محتاجة بنتك وتلاقيها في الآخر قلبها جمد عليك وبقيت جحدة وتيجي تشتاقي تقولي هو أنا بنتي بقيت جحدة كده ليه من تصرفاتك ومن معاملتك لبنتك هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا نرجع بقى لضيف الموجود معنا في الستوديو خلونا نرحب بالدكتور محمد فؤاد استشاري الصحة النفسية زيك يا دكتور أهلا بحرق بسيزة إيماني وبكل استدى المشاهدين أهلا بحضرتك والمشكلة النهاردة حساسة جدا جدا الناس بتفتكر بنتكلم كلام عادي إن فيه أم بتفرق ما بين ولادها قفي فيه أب بيفرق ما بين الولد والولد قفي ده بيحصل مشاكل نفسية واكتئاب وأحيانا فيه بنات بتطفش بتطفش من بيت أهليها وبينلاقيهم مرمين في الشوارع بسبب برضو معاملة الأم أو معاملة مرات الأب بس خلي مرات الأب على جن إزاي الأم إزاي الأم بغريزة الأمومة وأنا أم إزاي قدر أفرق كتا إزاي بين ولادي يعني أنا ما بتخيلش فيه أم قلبها بيجيبها على عيل وعيل تاني لا صحيح الأول عايزين نقول بس مقدمة مهمة قوي إحنا كأولياء أمور اللي بيحكمنا في تعاملنا مع أولادنا هو العاطفة فيه الشاطر اللي بيقدر يقنن العاطفة دي ويستخدم العقل بتاعه في أسلبي تنشئها وفيه العاطفة بتسيطر بطريقة كبيرة جدا بس إحنا مساكين ما فيش حد أهنه والدليل على كده إيه سيدنا يعقوب عنده أولاد كتير حب سيدنا يوسف قوي أخواته حسه غاره فأزه شفت الغيرة يعني شفت لما أخوات يتكتفوا على سيدنا يوسف ويرموه في البير ويبقوا مبسوطين إن هم بيموتوه كل ده بسبب إن الأب فرق ما بينهم وما بينه صحيح ما دي غيرة غيرة قاتلة في أسباب مشروعة إيه ده في أسباب مشروعة وليه الأمر ممكن يفرق الولاد وفيه أسباب غير مشروعة طيب الأسباب المشروعة إيه أنا لما أكون أسرة أب وأم عندي طفل عنده ظروف صحية صعبة أو أمراض مزمنة أو ذوي إعاقة آه ده أكيد دي حالات استثنائية أنا غصبا عني كأولية أمر أنا باهتم بيه غصبا عني بس هنا في نقطة خلي بالك لازم تأهل إخواته أنت ليه مهتم بدا عنهم دي نقطة مهمة لأن من غير التوضيح ده هيحسه والطفل الصغير ببطل مش هيقدر يقول بأخوي عشان تعيين تعبين لا مش هيحس إلا باتين تقوله أنا عارفة لأنا مؤثر معيك أنا عارفة لأنا وقتي معظمه مع أخوك بس عشان كذا وكذا وكذا ما تزعلش مني أنا أعوضك تعالى نروح نوديه البابا وأنا أخرج جنوين تلوحدنا فلازم تعرفه غصبا عني أنا بفرق غصبا عني زي زمان الأم لما كانت بتولد مولود جديد كانوا لولا ما تتلخفيش عليه كده ما تفضليش شايلاته للوقت عشان أخوه ما يغيرش منه صحي كده الحاجات البدائية دي اللي كنا بنشوفها زمان الوعية صح في أسباب بقى غير مشروعة هي دي اللي احنا جايين عشانها الأسباب الغير مشروعة اللي هو فعلا موضوع حلقتنا عليه النهاردة الحاجات اللي بتموت الحاجات اللي دمها تقيل الحاجات اللي هي يعرف يقول لك اتدلع المرق يعني اتفضل أول حاجة على أساس النوع ولد أو بنت كتير قوي بيفضل الولد على البنت أو العكس أو جوه الأسرة الأب يميل للبنت والأم يتميل للولد على أساس كمان اللي الولد ده جايبين توقم الولد ده شبه جد والله يرحمه وده شبه أمه لأنا بحب الولد ده رغم الكنين شبه بعض طب ما هو يحس على أساس الزكاء الولد ده زكي والولد ده مش كده وساعات مثلا لما بينفصلوا فتبقى البنت مثلا شبه مامتها صحيح فيفضل الراجل مثلا لو هي بقى نصرف عليه قضية نفقة أو بينهم وبين بعض المشاكل فتولي الوقت يقولها انت شبه أمك طب هي زنبها إيه يعني هي البنت زنبها إيه أصلا صحيح وفيه كمان بقى تفريقة على أساس إيه بقى الطفل ده ده مخفيف والطفل ده لا الطفل ده جد الطفل ده عنده ذكاء اجتماعي يعني يعني كارزمة يعني مشكلة فيه بقى الأكتر من كده واللي احنا محتاجين فعلا اللي فيه بعض الأسر بتميز الطفل اللي بيعمل سلوكات وحشة يعني الطفل بيديك الناس هي مبسوطة الطفل بيقول ألفاز وحشة الأم فرحان قالها زي مثلا هم صغيرين مثلا اشتم معرفش جدك قول معرفش إيه الباباك فالطفل بيطلع أو هو يكون شاء زيادة أو كارزمة زيادة فاللهو ده ده مشربات ده فظيع ده عليه حركات لا 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 ده ما حصلش ده بيفكرني بنفسي وأنا صغيرة فاللهو بيميزوه على أنه بيعمل شقاوة ولا بيكسر ولا بيشتم والطفل المؤدد بقعد سكت هو بقى ده النوع طيب الأثار بقى اللي جاي على الاختلاق فينا لو أنا كولي أمر فيه اختلاف المعاملة بين الولاد من بعضهم هيحصل فيه نوعين يعني فيه حاجة لإما تصادم وخناقات لإما يسكت أنا أفضل أنا أفضل اللي يتكلم اللي يعمل مشاكل اللي يبقى فيه صدام أحسن من الطفل اللي يسكت الطفل اللي يحس اللي باباو أو مامتو بيغيره في المعاملة بينه وبين إخواته وسكت هو ده اللي عنده مشكلة طبعا ليه بقى لإنه هو مش هيبعت رسالة لولي الأمر رسالة حزرية خلي بالك أنا زعلان أنا متدايق أنت بتفرق أخوي عني وتاني حاجة مش قادر يعبر خالص عن مشاعره فيجبر بيها ولو كبر بيها خلاص هيكمل بقية عمره عليها فنقطة اللي أنا أشجع كل ما الطفل يقول لي كل ما الطفل يجي يقول لي يا ماما أنت ليه بتحب أخوي عني وتقولش كده أنا ما لا أنا بقى أشكرك عشان أنت لما حسيت بحاجة جيت قلتلي كل ما تحس بس أنا أخلي بالك أنا ما كانش قصدي أنا كذا وكذا لازم أن نوضح الطفل اللي بتكلم مش بس نلومه وخلاص أنا عايزة أقول بقى كمان برضو في ناس تقول لك إيه أصل هي بترجع لدرجة التعليم أصل الأب والأم لو متعلمين كويس جدا ما بيعرفوش يفرقوا ما بين ولادهم وتيجي ناس أنا بشوف ناس ما تعلمتش إن هما الناس بتوع زمان اللي هما ما وصلوش أصلا درجة تعليم يمكن معاهم ابتدائية بالعافية كمان وتلاقوهم بيربوا تربية حلوة وفي مساواة في التربية وما بيفرقوش بين عيل وعيل لكن بتلاقي برضو الحركات دي في ناس متعلمين تعليم عالي جدا صحيح فيجمعة الموضوع مش في التعليم يعني مش إن أنا متعلم فأنا عارف أربي كويس أو أنا مش متعلم معي الشهادة لا يعني في ناس أنا نفسي أعرف هنا الفرق إيه يعني المساواة دي تحس كده في في احترام في المعاملة وفي هيبة دي نتج عن إيه هو إيه الفرق بين العناية والرعاية إيه الفرق العناية اللي أنا بتديله حقوقه اللي يأكل ويشرب ويتعلم ويتعالج وما فيش أي اهتمام بقى بالرعاية يعني إيه رعاية يعني بهتم بالسلوك بتاعه بهتم باحتياجاته النفسية باهتم بالأسس اللي المفروض يتربى عليها لا أنا ممكن أدخله أحسن مدارس وأكله أحسن أكل بس فيه طولي اليوم ناني هي اللي معاه كده ما فيه عناية بس إحنا عايزين عناية ورعاية فالناس اللي عندها وعي دول هم بيركزوا بقدر يجبين قوي على الرعاية عشان كده لو غلط مش هتسكت ده هتجيبه وتقعد معاه وتعرف الصحة والغلط لو خد حاجة من وراء حد أو سرقها ما تسيبوش خالص والموقف ما يعديش لا ممكن اللي بيهتم بالعناية بس أصلا مش هيعرف اللي ابنه عمل حاجة زي كده ولو عارف هيقولك عادي ما كل الناس بيحصل كده فالوعي والاهتمام والرعاية بالطفل هو ده اللي هيفرق أسرة عن أسرة تانية عشان كده احنا كأسر لازم نتدرب لازم نتدرب نتعامل أولادنا ازاي لازم احنا كده كده هنقع في صعوبات كده كده يعني لازم كل الأسر نقول كده انت في البداية حياتك الزوجية والأسرية هتقابل صعوبات وتحديات في التعامل مع ابنك ده عادي بس أهم حاجة تتجاوز الأخطاء بسرعة وبعد الحلقة دي لو انت من النوع ده لازم انت صحح المصار خالص لانك لما صحح المصار مع ابنك أو بنتك اللي انت بتميزهم عنه عن أخوتها لمدة خمس ست سنين وصحح المصار غير لما تستمر حياتك كلها وتتجاوز بقى فيه أثار بقى ممتدة احنا عايزين الأثار دي قصيرة مدى يعني تزوبه خلاص وتروح انما الأثار الطويلة المدى دي ما بتروحش خالص ودي بقى اللي بتخلي مشاكل كبيرة بين الولد لما يكبر ومامته أو بابا احنا بنشوف كمان ان الخناءات والمشاكل الكبيرة دي يعني كمان في العائلات الغنية يعني مش مثلا عندهم مشاكل ولا بيجوا على بعض عشان الأكل والشرب لا ده بنشوفها في العائلات الغنية اللي هو التفريع بين الولاد وبعض ودلع غريب كده لكن انا مش هروح للعائلات الغنية انا هروح للعائلات البسيطة الاسرة المصرية البسيطة اللي انا يمكن اتدخلت شواف مشاكل كتير بسبب البرنامج لقيت بنات بتبعات لي مأهورة يعني بتقول لي أمي بتغير مني طب هل فعلا فيه أم يعني فيه أم نقدر نقول أم بتغير من بنتها طب والأم هتغير من بنتها ليه هل عشان جوزها اللي هو أبوها يعني بيعامل البنت بلطف أكتر أو بيحب البنت أكتر طب ما هي بنتك يعني أنا ازاي شوفت غيرانا من بنتك حتى لو جوزك بيعملها بلطافة أو بيدلع يعني الأب بيدلع بنته الأم تغير من بنتها عشان بتدلع ولا أبوها قريب منها لا الأسباب أبعد من كده بكتير إيه بقى؟ ترجع للطفولة لما ترجع للطفولة بتاعتها هي كأم هي كان بيحصل لها تمييز بينها وبين إخوتها هي الأم دي وهي صغيرة كان مامتها بتميز بينها وبين أخوها طب و أنا زنبي إيه أن أمي تكون وهي صغيرة أهلا بيكانوا بيفرقوا في المعاملة يعني إحنا زنبينا إيه تورس الأجيال ده يعني؟ هو الوعي هو التوعية عشان أنا كده من أنصار إيه بقى اللي أنا قبل ما أدخل أتجوز أنا كولد أو بنت لازم أهل نفسي هو أنا دلوقتي لما هتجوز هيكون سني كام؟ خمسة وعشرين؟ تلاتين سنة؟ بقى لي خمسة وعشرين أو تلاتين سنة مع بابايا ومامتي سواء ظروف حلوة أو وحشة طب الشخص اللي هختاره ده هقعد مع نفس الفترة تخيالي نفس الفترة فلازم أن أنا قبل الجواز أعدي نفسي نفسي يعني إيه؟ يعني لازم أمر بشهادة مكسفة للإشهاد الزواجي يعني إيه؟ أختار الزوجة إزاي أو الزوج؟ يعني إيه أم؟ يعني إيه مسئولية؟ يعني إيه طبيق؟ يعني إيه تنشئة؟ إزاي إيه أهم الأخطاء اللي أنا كأم لو عملتها هتأثر بالسلب على إبني؟ أنا لازم أدخل للتجربة للتلاتين سنة اللي جاية دي لازم أكون عارفة إحنا بندخل مصدومين كل واحد بيكون منظور الزواج من منظوره هو بيدخل يتفاجئ فيعد يجرب بقى ويغلط غلطات كبيرة ومش عارف هو صح ولا غلط وفيه اللي بيطور نفسه وبيصحح الأخطاء دي بنفسه وفيه اللي مصر لأن فيه جزء في الشخصية عندنا في علم النفس يعني بمرور الوقت الصلابة عندنا بتزيد الطفل بيبقى عنده مرونة وصغير كل ما يكبر في السن يبقى صلب فأنا لو أب وأم ومش بغير أساليبي لما هكبر أربعين أو خمسين سنة درجة الصلابة عالية عشان كده بنلاقي أهل مهما والولاد بيشتكوا أو يحس بوجع ابنه أو بنته بتلاقيه كده صلب ناشف كده بتحس بالجحود اللي هو أنت ليه ما بتتأثرش وتلاقي بنته بتعيط له مثلا وتقول له أنت ليه بتعملني كذا وليه بتفرق ما بينه وبين أخويا فبتلاقي هما ليه ما بيتأثروش ليه ما بينخوش يعني يعني ليه دايما رأيهم كده فيه جحود اللي هو مش عايز يعترف بغلطه مش عايز يعدل حتى من السلوك لأن مهما رحنا ولا جينا لو أنت طبطبت على ابنك أو بنتك هتلاقيها ما فيش يعني هتنخ صحيح ليه بقى عمل العمر أنا كشخص عندي خمسين سنة ماشي على مبادئ معينة خمسين سنة يعني كم يوم يعني كم ساعة ماشي عليها عايزيني أنا في شهر أو شهرين أغير خمسين سنة أنا ماشي عليهم هو وجهة نظره كده وجهة نظره عشان كده كل إحنا دايما بنشتغل على التدخل المبكر يعني إيه التدخل المبكر طب خلينا قبل ما نروح للتدخل المبكر ننزل نشوف كاميرا يحكى أنا صورت لنا تقرير كده مع الناس في الشارع عام وضوح حلقتنا نشوفه مع بعض ونرجع تاني للستوديو أنا كان عندي ابن اللي هو ابني الكبير أول ما جبته قلت لا استحالح أحب حد تاني غيره هو دوت خلاص وحتى لو جبت ولد تاني مش حعرف أحب حد غيره بس سبحان الله أما الابن التاني بيجي لأ يعني فيه مقولة اللي هي بتقول كلهم أولادي لا أنا مش شايف أن أنا يعني عن نفسي بفرق أو أي حد بيفرق في عائل بتميز على واحد يعني على حسب المعاملة بتاعت العائل مع الأب بيعز بيكان دا ولا دا يعني مثلا كل معاملة تانية حلوة مع أبويا ممكن لكون أخت معاملتها وحش تبقى أم كويسة ما بتفرقش بين العائل اللي بينهم دا بتحاول أن هي تضمهم على بعض تحببهم في بعض لو أم وحشة بتحاول تفرقهم عن بعض بتضم دا الواحد اللي يعقب بتضم دا لابوه كده يعني عندي بنت وولد عمري دا معا ما فرقت في التربية بينهم يعني أو عمري ما حبيت حد أكتر من التانية ماما بتعاملنا كلنا عادي وبابي عاملنا كلنا عادي فما حضرتش قبل كده حور التفرقة دا خالص أنا عندي اتنين توأم فأنا بحبهم على الكبار فأشان بلسة صغيرين العائل الصغير دايما بيبقى محبوب من الأم والأب بصوا الأخ والأختي يعني اي نعم يعني الكلام دا ممكن كان زمان لكن حاليا ما فيش الكلام دا دلوقتي زي بيقولوا البنت زي الولد دلوقتي يعني ما فيش التفرقة بين الولد والبنت ممكن في أماكن تانية مثلا يعني لكن حاليا ما فيش يعني كيد الولد ليه تربية والبنت ليها تربية الولد لازم يبقى متساب شوية اللي هو يعني بيعتمد على نفسه يشتغل البنت لازم نبقى محافظين عليها في الشارع يعني من الشارع من المفروض ما يبقاش فيه فرق بين الولد والبنت بس بيبقى مثلا ايه الأولاد مثلا عاداتهم بيبقى زيادة فبتلاقي فيه حد قريب لأبوه ما فيش بس انت تشد على الولد أكتر البنت هاي نعم بتشد عليها بس ايه ما تبقى لاش ان انت بتشد عليها التفرقة دي هتعمل عقد نفسية اللي كل طفل من أطفالهم وهتخلي الأطفال كارهين بعض ومش هيحبوا الخير لبعض يعني مفروض تعدل ما بينهم لا غلط عشان بيبقى فيه حقد بين الأخ والأخت مش معنى ده بتحبوا مش معنى ده ما بتحبوش كي جاي كل دول ولدكو يعني المفروض ان دول مندموكو يعني فليه تفرقة ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا مكملين حلقتنا مع عظيفي اللي موجود معاي في الستوديو الدكتور محمد فؤاد استشاري الصحة النفسية عشان نوصل لحل في الأم والأب اللي بيفرقوا في ولادهم بيفرقوا في المعاملة ما بين ولادهم حضراتكم قبل الفاصل بنكلم عن التدخل المبكر المبكر يعني ايه التدخل المبكر يعني أنا كأم لما حس اللي أنا فيه حاجة غلط فيه ابن على المستوى النفسي هش والمناعة النفسية بتاعته ضعيفة يعني أي حاجة بتزعله انتواقي بدأ يبعد بدأ يسكت ما بيتفعلش فيه شكوى منه في المدرسة اللي هو مش منتبه بيعمل طيلة على نفسه هو نايم بدأ يجي له الترباط بدأ يقوم عنده مخاوف بدأ يقوم عنده ممكن يضرب صحابه في المدرسة ممكن يسرق ما هو عمره ما عملها يعمل فيه تصرفات بتبقى أكستريم كده يعني برى المنطق وبرى الواقع صحيح الأول الأم اللازمة بتحمد ربنا يعني تحمد ربنا يعني اللي انت فيه مشاكل وفيه الترباط فسمعت في الطفل فطلع يعني فيه تصرفات بتقول ان فيه مشكلة برافو عليك فأنا كأم لازم بقى أشتغل على الاستبصار يعني ايه الاستبصار يعني أدور ايه السبب اللي منخل الطفل مختلف هل سبب من عندي هل سبب من بابا هل سبب في المدرسة أبدأ أدور فكلما اتدخل مبكر بدري بدري يعني بسرعة أقدر أحل المشاكل دي اللي هي ممكن بدل ما تقعد عند الطفل شهر أسبوع بدل ما تقعد سنة تقعد شهر وأحلها بسرعة وارجعها لإني فيه حاجات صغيرة أنا كأم ممكن أعملها مش حاسة بيها تأثر على الولد زي ايه المقارنات أيها المقارنات المقارناة طول الوقت تقارن ما بين بنتي دي وبنتي دي ابني دا وابني دا 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 كذا ودا كذا المقارناة دي اللي بتعمل كوارث صحية تعافي فيه مقارناة مشروعة برضو إيه هي اللي أنا تقارن الولد بنفسه آه اللي هو أنت السنة اللي فاتت ما جبتش درجات كويسة بس السنة دي أنت برافو عليك رائع يعني أنت ابتدت تشتغل على نفسك أنا مبسوطة منك رائع إنما نقارن الولد بغيره سواء غيره دا جوه الأسرة أو بره أو بره هي دي المشكلة آه شفت ابن عمك شفت ابن خالك شفت نفضل بقى يعني الولد مشتت في العيلة كلها صحي لأني رب سبحانه تعالى خلقنا عندنا فرق فردية مفيش واحد زي الثاني بالزبط مفيش فأنت كأم لازم أن تشوف ده يتمتع بإيه وده يتمتع بإيه وده يدعمه على إيه وده يدعمه على إيه فكرة المقارنات اليومية دي من أهم الأخطاء للأسرة بتقع فيها يوميا يوميا ده يوميا يا حبيبي كل عشان تبقى طخين زي أخوك يا حبيبي زاكر شفت أخوك جاب إيه انت دائما هتكون فشل في رضا شفت أخوك خد لسه واخد ما دي يوميا مفيش بيت بيخلو يوميا من المقارنات انت طبيعي اللي انت كواليه أمر تحس اللي ابنك أقل من أخوه أو من جارك أو ابن عمه ده طبيعي يا جماعة مفيش مشكلة بس ما ينفعش تطلع الإحساسك ده في وش الطفل ما ينفعش انت كواليه أمر لازم تتدرب تعبرت وشك نبرات صوتك لأنك انت ممكن تحافظ على الجمل اللي انت بتختارها بس وشك باية يا حبيبي لازم تذكر أيو ابن عمك ده خلاص وشك باية وضح الرسالة اللي انت بتكرنه فإحنا كواليه أمور لازم نتدرب تعبرات وشينا ونبرات صوتنا مع أولادنا والجمل اللي احنا بنختارها اوعد قارن ابنك بغيره غيره دي بقى شاملة جول الأسرة وبرى الأسرة قارن ابنك بابنك ده كمان التفريقة ما بتجيش بقى على الولاد خلاص كبروا وتجوزوا خلاص هي عملة تفرق طول الوقت او هو الاب عمالي فرق طول الوقت طيب ابنه ده اتجوز وابنه التاني اتجوز فبتلاقي بقى لو الأم هي اللي بتفرق أصلا تلاقيها بتعامل مراد ده غير مراد ده بتلاقي الولاد ابنها ده بتعاملها غير ولاد ابنها ده طب ايه الجحود ده وتلاقي بقى يعني بنتها غيرانة وتعبانة نفسيا ازاي مامتها مثلا ممكن تعامل مراد ابنها احسن من بنتها صحيح وتقولك اصل ده مراد فلان ابنها بقى البكري اللي هو والد اللوع اللي على الحجر ليه ما هي خلاص ليه كده اعتادت على الأسلوب يعني ما تقدرش تعيش من غير من القرناة بس ده صعب قوي جدا يعني ده ده بيقتل روح البني آدم صحيح بس عايزين نقول حاجة كل ما السن بيكبر هيبقى صعب يعني لما تروح للجد او الجدة وتقوله خلي بالك انت بتفرق الولد عن البنت انت عشان تأهله وتعيد تفكيره اللي بيفكر بيه قبل كده ده بيحتاج مجهود كبير جدا هو كده كده هو بيحب الاتنين يعني هو بيحب الاتنين بس فيه واحد حبه التاني أكبر شوية فهو محتاج بقى يعرف هو الآثار بتاعته اللي هو هيعملها دي ايه ده فيه كوارث يا جده لو انت عملت كده قدام خلي بالك بص المدرسة كتب ايه بصه صورته وهو قاعد في العيد ميلاد قاعد لوحده ازاي ولما قعدت معي قال عشان جده بيحب أخوي عني فعشان تغير المبدأ ده عند الجده أو الجده لا ده هتاخد وقت و هتاخد تأهيد الاولى ايه بقى تغير لهم و هم أب و أم شو هم جده و جده هو ده الاولى الاولى على كل أم دلوقتي بتسمعنا بتفرق بين ولادها تغير من دلوقتي لانها لو ما غيرتش هتمتد على الأسلوب ده لغاية الأحفاد هيبقى الضمار ايه شامل اه ما هو بيقولك أجيال صحيح كلها بتتدمر نفسيا أجيال أجيال كلها بتتدمر نفسيا و في الآخر منلاقي أب و أم هم سبب المشكلة دي كلها صحيح و كمان بقى في يعني اللي واحد مش عارف يقولي ايه اللي بيحصل ده الأب و الأم بقى كمان يعني مش يسكتوا لا يعني هم مكملين تفرق ييجي بقى العيلة تلاقي العمى مثلا تيجي تقول لأخوها أه والله ده ابنك ده ده عسل ده 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 اللي تلعت بيه وتلاقي مثلا الخالة مميزة برضو حد يعني ايه يعني أب و أم عاملين المشكلة و بيفرقوا فجأة لا ايه عم و عم و خال و خالة أنتو عايزين ايه من العيال دي يعني أنتو ليه بتدمروها نفسيا كلها يعني يعني ياريت مثلا نقولي أن الأم هي عندها مشكلة نفسية و هي صغيرة طب كل الناس دي عندها مشكلة نفسية ما هو خلاص الأعاطفة هي بتتحركهم تعرفي الأعاطفة تتحركك بتتحرك من إمتى من هو أصلا فيه حمل أصلا يعني لو أنا عندي طفل كبير و أنا حامل أنا حامل عادي فالولد الكبير بيبدأ يحس خلاص أنا مش قدر أقوم ألعب معاك أخوك تعبني يعني في البداية خالص في البداية خالص هو بيتخلي الولد الكبير يكره أخوه ليه لأن الولد الكبير ده هو متعاود الأم تلعب معاه وتخرج معاه فدلوقتي بتقوله لا مش قدر أخوك تعبني فخلاص هو من البداية خالص والأول وبعدا لما ييجي معلش أنا مش قدر ألعب معاك مش قدر أزاكر أخوك بيعيط مش هينفع أسيبه فهو خلاص ليه لأن العاطفة بشغالة من غير من راعي الضوابط اللي الولاد بيحسوا بيها الولاد بيحسوا بكوارث وده بقى بيأثر على نفسية الولد يعني وسقته بنفسه تضعب بشكل غير عادي طبعا أنا مرة شفت اتنين توقام اتنين توقام ولد ما شاء الله يعني جماله حلو قوي ولد عادي بمرور الوقت الولد سقته ضاعفت جدا جدا رغم للولد الثاني ده زكاؤه عالي جدا وتحصيله في المدرسة مرتفع تحصيله لما كبروا بدأ الولد الزاكي ده يتفوق في المدرسة فحصل العكس يعني ايه العكس يعني بدأت الأم والقبلة إن أوليو عندهم في التعليم وهو صغير خلاص الجمال راح لما كبر العكس حصل انت ليه مش بتذاكر زي أخوك فيعني نفس الولدين واحد مر بتجربة هو صغير التفرقة واحد مر وهو كبير بس مين اللي حاسس أكتر الكبير الكبير طبعا عشان هو اللي فاهم الكبير هو اللي فاهم فالتفرقة انت كوليه أمر انت مش ضمنها هي حدود تأثيرها إيه سواء تأثيرها مؤقت أو تأثيرها طول العمر طب قبل بابا نروح للمشاكل النفسية اللي بتيجي للولاد بسبب أهليهم بسبب تفرقتهم في المعاملة عايزة برضو أروح لحتة كده يعني قبل ما نروح للتأثير ويمكن حتة مهمة جدا برضو لما الأب والأم بينفصلوا وبيتطلقوا وهي بتتجوز وهو بيتجوز هي خلفت وهو خلف فبتلاقي هم عايزين يحسوا بالنجاح ان هم عملوا بيت جديد وما يحسوش بالفشل فبتروح تتجوز تعمل بيت جديد وتخلف فبيبقى فيه برضو فرق معاملة ما بين الطفل اللي من الأب التاني ده وما بين الأطفال الأولانيين فإزاي برضو نفاهمهم إن لازم يبقى فيه معاملة سوية محترمة لأن المزنب ده يعني حتى الطفل الجديد ده اللي هو من أم تانية أو من راجل تاني ما هو ده برضو ده أخوهم بس مش إيقهم فبرضو دي بتعمل انكسارات نفسية عند الولاد يعني لما بنت كبيرة أو ولد كبير وفجأة أبوه يروح يتجوز ويجيب طفله صغير وتلاقي الأب بقى إيه مبسوط بالصغير لأنه لسه بيبي طيب ما الكبار فاهمين فاهمين كبروا وفاهمين برضو نقول إيه للأب والأم اللي راحوا تجوزوا تاني وخلفوا من حقهم طبعا من حقك تشوف حياتك ومن حقك تتجوز ومن حقك تخلف بس نزبطها إزاي بدل ما تكسر نفسية واتعقد أولادك الأصلين الأولانيين من أكتر الأسباب اللي بتعمل صدمة أصلا للولاد الجواز فجأة يعني إيه يعني الأب الأم أتجوز وتعالي أخد عيش يحصل مشاكل جامدة جدا عشان أنا ما حصلش مشاكل بالدرجة دي لازم أن أقعد مع الولاد حتى على فكرة مهما كان سنهم وعمرهم خلي بالك إحنا هنروح نتنقل لبيت جديد البيت الجديد ده هيكون عندك أخ أو أخت لازم تتعامل معهم أكأنه أخوتك بالضبط من ماما لازم وأنا بحبك جدا وده مش هيقل الحب ليك ويعني لازم يفهمهم إن فيه طفل جديد بس لازم يحبوه ما أخلي بالكو مجرد إن أنا أفرق ما بين ولادي من جوزي الأولاني أو من جوزي التاني أنا اللي بخليهم يحبوا بعض أو أنا اللي بخليهم برضو يكرهوا بعض يعني الأم والأب الست والراجل بإيدك تخلي ولادك الاتنين من جوزك الأولاني أو التاني يحبوا بعض ويبقوا أخوات في ظهر بعض وبرضو في إيدك تخليهم يكرهوا بعض ويقتلوا في بعض صحية تعافي المشكلة المشكلة اللي ممكن تقول كلامك وعيس الولد. بس الكلام ده مش مقترم بالفعل. أيوة بالزبط. يعني بتقوله كذا. وهو شايفك انت كأب كأب بتتعامل مع باباك مختلف عن مامتك. دي نقطة مهمة. يعني الولد نفسه شايفك انت كأب بتفرق المعاملة. يعني تروح وانت رايح تزور مامتك. مامتك في مكانه وباباك في مكان تاني. بتروح تزور مامتك كل يوم. وباباك لا. فكلام مش منطقي. انت عامل تقول لي احنا اخوات وما يفعش ازاي انت نفسك بتفرق بين تيتا وجده. صح. ازاي. تاني حاجة بقى الافعال اليومية. انا دلوقتي راجع من الشغل. مهما كان الطفل ده كبير والطفل ده صغير. فما ينفعش ادخل من غير حاجة للاتنين. ده لازم. ده الكبير كمان اولى. فيه القسر عندنا يقولك لا. ده ده الصغير. ده الصغير اللي شفاهم. اه بالزبط. اللي محتاج. انت يا ما جبتلك. صح. انت لو جيب الطفل الصغير اللعبة. بقى هتجيب الطفل الكبير ده حاجة بيحبها كتاب. حاجة بيحبها بالزبط. موبايل. اي حاجة. بلاي ستيشن. ما عرفش ايه كورة. اي حاجة. لازم. انت لازم المعاملة بتاعتك. لان ولادنا عندهم درجة حساسية وميزام من دهب. في الكلمات والالفاظ والافعال اللي انت كأب وام بتعملها. كم حالة انتحار يا دكتور محمد بسبب انتحار بنات وشباب بسبب ان الام بتفرق في المعاملة او الاب ما بينه. انا ما عنديش نسبة انا كمحمد اعرفها او قريطها. مش متأكد منها. بس الحالات كتير. اه ما نقصد يعني مجازا. يعني حالات كتير. الحالات طبعا كتير جدا. لان من ضمن الاثار السلبية والاضطرابات اللي بتسببها التفرق في المعاملة ايه. ضعف الثقة بالنفس. وعايز يمشي. عايز يبقى الوحده. عايز يطفش. عايز يمشي. عايز يبعد من الضغوط دي. لان هو على المستوى النفسي. النفسي بقى هاش. عند مناعة النفسية بتاعته بقى ضعيفة جدا. ما بيقدرش يواكب اي ضغوط او يتخلص منها. اي ضغوط وخلاص عايز يهرب. مش قادر يعيش. فيه ناس كمان فيه شباب بتهرب بالضغوط دي لسكة المخدرات. بيروح لأي مخدر انه ينسي الهم اللي بيشوفه جوا بيته. فيه ناس تانية بيجي لها اكتئاب وتوحد. صحيح. يعني كم المشاكل النفسية يا دكتور. قلنا كده عشان نفهم الاب والام ولادكو بيحصل لهم ايه بسببكو. انا لو كاب بفرق البنت عن الولاد. يعني بحب الولاد مش بحب البنت. انا كبنت هعمل ايه هدور على البديل. بالزبط. طب البديل ده هيكون مين? ولد. ده حتى لو هي في مرحلة الاعداد دي. والاب مش حنايم معاها وما قلقاش كلمة حلوة ما قلقاش انا بحبك. تعالي قعودي جنبي تعال اتكلم معاك شوية. انت النهار ده شعرك حلو قوي. البنت لو ملاقتش ده من الاب. هتشوف بديل. لو شافت البديل برا لا يمكن هتسيبه. وهتضحي بكل حاجة عشان تكمل حياتها معاه. وهي حتى صغيرة. لانها عندها احتياجات نفسية. لو الاحتياجات النفسية دي هي ما خدتهاش من الاسرة. هتدور عاليها في الشارع. فد الاحتياجات النفسية دي بمزاجك احسن ما تخدها غصب عنك. فدي اثار كبيرة جدا. طب ايه اكتر المشاكل النفسية. الامراض النفسية اللي بيصابوا بيها الاولاد. يعني غير الاجتئاب وغير التفكير في الانتحار. الانطواء والمشاكل السلوكية. مشاكل سلوكية. مشاكل سلوكية عديدة جدا. احنا دايما في علم النفس بندور على ايه؟ احنا كأولاء امور اولا ما بتحصل مشكلة. اعمل معها ايه? احلها ازاي? لا احنا في علم النفس بنعمل ايه? او في تحرير؟ احنا بندور على أسباب السلوك. يعني الطفل ده بيعمل مشكلة ليه في المدرسة. الطفل ده بيقض يوميا أخوه ليه. بنقض ندور عن الأسباب. ندور عن الأسباب. وهو ده الشاطر. اللي هيدور عن الأسباب هو اللي هيعرف اللي هو ليه دور كبير جدا. لأنه هو الطفل مش قادر يحكي. مش قادر يتكلم. مش قادر يقول أنت السبب يا بابا في اللي أنا بمر به. أنت السبب اللي أنا مش عارف أنام. أنت السبب اللي أنا بعمل حمام على نفسي وننام. أنت السبب لا مش عارف أذاكر ومش عارف أجيب درجات كويسة وفي الآخر بتشتيكه وبتقارنني اللي ده أحسن مني أنت السبب حاجات كتيرة جدا فالأب والأم لازم أن يعرفوا الاضطرابات ما لا نهاية على حسب كل طفل يعني ممكن طفل يمر باضطرابات بسيطة وممكن طفل يدخل في دايرة ما تعافش تتخرجها منه بسهولة أنا بشكرك جدا دكتور محمد فؤاد استشارة صحة النفسية وإن شاء الله يعني نيجي لحدك في مشاكل تانية وأنا بقى يعني شفت حالات كتير قوي وعشت حاجات كتير قوي من الحاجات دي أنا بقول لي كل أم وكل أب بتخسروا ولادكم بقول لي كل أم بتخسري بنتك بتخسري بنتك ولما يعني في عندنا مثل كده يقولك كتر الجفة يعلم القاسية القاسة الكتير بتخلي بنتك تقس عليك وتيجي بعد كده تكباري ولو في مرض ما بتلاقيش بنتك جنبك اسألي نفسك السؤال ده أنا عملت إيه في حياتي أو عملت إيه في بنتي خلتها مش جنبي وأنا كبيرة المشكلة ما بتبقاش في ولادكو المشكلة بتبقى فيكو أنتو بتفرقوا ما بين ولادكو بتفرقوا ما بين الولد والبنت بتفرقوا ما بين بنت واختها بتعملوا مشاكل بين ولادكو معين ومفروض دول أغلى ما عندكو في الحياة أتمنى تكون الحلقة دي إنذار خطر إن بنقولكو البنات بتجري في الشوارع بسبب الأم أو الأب يا أب مش نهاية العالم إن أنت تنفصل وتتطلق وتروح يبقى ليك بيت جديد مش مهم خالص المهم ما تفرقش ما بين ولادك خلي ولادك يحبوا بعض خلي ولادك يحبوا بعضهم لأن هم دول سند بعضهم بنشوف مشاكل كتير قوي وبعد بقى الوفاء بنشوف الورث واللي بيعملوا إيه في ولادهم لأن انتو مش بتربوهم على الحب انتو بتربوهم على التفرقة والأسية فأتمنى تكون الحلقة دي يعني تفوق أمهات كتير وأبهات كتير بيفرقوا ما بين ولادهم وأكيد المشاكل النفسية اللي بيمروا بيها أنتو عمركم تتخيلوا هم قلبهم واجعهم إزاي أو مكسورين إزاي بسبب أم أو أب اللي مفروض أغلى حاجة في حياتهم يعني مفروض أغلى حاجة في حياتي أمي وأبويا فلما نبعد عن أمي وأبوي يا بقى أنتو أكيد دمرتوا النفسية دي نهائي وما تجوش تشتكوا بعد كده يقول لك السولادة جحدين إحنا اللي بنزرع الحب وإحنا اللي بنزرع الأسية ناخد بالنا شوفكم الحلقة الجاة إن شاء الله شكرا